موسيقى وتقافة كل واحد منا متكونة من جوج عناصر أساسية أولاً التربية التي تلقيناها والوسط الذي كبرنا فيه ثانياً التعليم التي تلقيناه والمؤسسات التي تكوننا فيها وهذه الجوج العناصر تكون سبب اختلاف الأعراء بيننا وفي طريقة التفكير وطريقة التعبير والفهم أيضاً وكل واحد فينا يكون لديه تصور شخصي وإطار مرجعي خاص به وللأسف في المجتمع الحالي ديالنا مليك نكونوا كنتكلموا وكنتناقشوا وكناحاولوا نتواصل مع بعضياتنا ما كنتطبقوش تقنيات الاستماع والإنصات الفعال يعني مليك يكون الشخص الآخر كيتكلم معنا بدلاً من الاستماع إليه كنكونوا كنفكروف شنو غد نجاوبوه باش نقلعوه أنه هو على خطأ وحنا على صواب باش يكون هناك تواصل ماشي ولا بود يكون فائز ومنهزم لازمنا نحتار مرأي الآخر وما نحاولوش نبدله بأي تمام